أنا كنت لسه أسأل حضرتك عن اللوحات بقى اللي قدمتها السيدات يعني لو إحنا معنا طبعا صور هنعرضها دلوقتي حاب أسأل حضرتك عن أبرز اللوحات دي وكمان المعين اللي وراها لو حبيت تشرحها لنا يعني مثلا فيه الرسم المرأة في واحدة شوية عايزة تعيش في حياتها الواحدة في استقلاد ده كان معرض ليا قبل من فترة عن طبيع البريد والمعرض ده كان ضمن نسبة 150 سنة على إنشاء هيئة الأعمال للبريد في المعرض ده رسمت 150 طابع بريد مصر وكان لكم ستبدوا على فكرة أن طابع البريد ابتدت تنقارد شوية من حياتنا احنا بنا نعتمد على الموبايلات والإيميلات فأنا حبيت أسترجع تاني أنه ده كان بيقوم عليه فنانين عظام جدا عشان يقدروا يسجلوا الأحداث اللي بتحصل في مصر على طريق طابع البريد معرض بسطة اتعرض في كذا مكان من ضمنهم جامعة الدولة العربية بعدها رسمت طابع للقناة السويس المعروف حاليا التصميم الدكتور أشرف رضا وكان من أكبر طابع البريد اللي ترسمت يعني كان طوله حوالي 300 في متر ونص اتعرض في كذا مكان بقى في وسط البلد طابع البريد دي حالة من حالات المعارض الموجودة يعني اللي أنا عملتها دي جدارية نساء لها تاريخ في الخلفية موجود الشخصيات المصرية مؤثرة مؤثرة في حياتنا وان هي غيرت حياتنا من ممثلين لفنانين لكتاب للقاضية الوزيرة يناس عبدالدايم ناس كتير جدا أول طيارة مصرية أول زابط مصري خد شخصيات نسائية هي في حياتنا مهمة جدا شادية فتن حمامة فنانين تشكليين جاذبية سوري وناس كتير جدا نساء هم فعلا مهمين جدا في حياتنا المصرية والتعرضت كذا مرة ناس حبيتها جدا لان هي يعني بتسترجع لذكريات حاجات كتيرية المعارض دايما في معارضنا بنحاول نركز دايما على الحياة المصرية او الحاجة اللي احنا مفتقدينها او اللي احنا محتاجينها ده كان في اليوم العلامي للسلام كنت بقول ان دايما لازم يعني نعارف المجتمع يعني هو الفن هو مرآة للمجتمع بي دايما بيبرز الحاجات اللي احنا لازم نشوفها في حياتنا فكنت بقى يعني بقدي مثالة للمجتمع ان في اليوم العلامي للسلام وده يوم مهم جدا في العالم كله بيعتمد على ان كل الناس لازم يكون فيه تسامح ما بينهم عملت معارض فن تشكيلي وكان فيه لوحات كتير معبرة عن الموضوع يعني دول الفنانات اللي موجودين ده كان معارض السنة دي صح؟ اه معارض الموأة هذه الفنانات بتعمل عمل او اتنين دي اصغر فنانة معنا نادا وهي برضو عاملة لوحة عن الموأة واللي طالع منها سحاب واللي هي الحلمة الصورة اللي وراها هي اللي رسمها الصورة بالزبط اللي كده على الستاندوار بتشوف هي بتدوى على في الانترنت على الافكارات بتاعتها هتقدر تجمعها ازاي او تشوفها ازاي وكتبدأ تنفزها طبعا دي بالنسبة لهم دي تقارب جديدة عليهم لانهم مش درسين فن